الجواب الكافي الشافي من فم رجل عاش بالله وإلى الله ومع الله عاش على مائدة العلم والمعرفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلص قلبه وطهر باطنه ورشد عقله فألخ الله عليه الفيوضات ومنحه المكرمات وجعله في أعلى الدرجات والسابقون السابقون أولئك المقربون الدعامة الأولى قال أصمأت نهاري كلنا يذهب إلى الصيام الظاهري الذي نحن نصمه الآن الامتناع عن شهوتين البطن والفرد ولكن الصحابي القليل قصد معاني أخرى قصد أنه صام النهار النهار يعني كما قال الله تعالى وجعلنا النهار معاشا في صورة النبأ فالنهار فيه الخلطة وفيه المعايش مخالطة ومعايشة مع الخلائق فهنا يعني بيكسر الاحتكاد فسيدنا حارسة أراد أن يقدم الأخلاقيات العملية التي حافظ عليها في تعاملاته مع الخلق قال أزمات نهاري يعني صام عن الحرام صام عن الكسب الحرام صام عن فعل الحرام بمعنى حفظ سمعة وبصرة وفمه ومعدته ويده ورقله وحواسه وجوارحه صام عن أعراض الناس صام عن أموال الناس صام عن ما يؤذي الناس لأنه وعى من سيد الناس صلى الله عليه وسلم وآله خير الناس أنفعهم للناس